على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها ايران منذ شهرين عقب مقتل الشابة الكردية جينا اميني على يد ما تسمى بشرطة الاخلاق وتنفيذا لسياسة القمع التي تنتهجها طهران في مواجهتها اصدرت السلطات الايرانية حكما بالاعدام على ثلاثة متظاهرين في طهران بتهم مختلفة وفقا لما ذكرته وسائل اعلام رسمية هذه الاحكام اتت بعدما اصدرت السلطات الايرانية حكما باعدام شخص في وقت سابق من هذا الاسبوع فيما لم تذكر اية تفاصيل بشأن هوية المحكم عليه بحسب بيان السلطة القضائية تقارير رسمية افادت ان ما يصل الى تسعة عشر شخصا من بين الاف الاشخاص الذين اعتقلوا في مدينتي طهران وكرج يواجهون عقوبة الاعدام لمشاركتهم في الاحتجاجات وفي سياق ردود الفعل المنددة بهذه الاحكام عبرت الولايات المتحدة الامريكية عن قلقها بشأن تقاريرا عن اعتقالات جماعية ومحاكمات سورية واحكام بالاعدام مشيرة الى ان هذه الانتهاكات يجب ان لا تمر دون عواقب مستشار الامن القومي الامريكي جيك سوليفان اكد مواصلة بلاده السعية لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات من خلال العقوبات وغيرها من الوسائل مبديا ترحيب بلاده بالعقوبات التي فرضها كل من الاتحاد الاوروبي وبريطانيا وكان خبراء لحقوق الانسان في الامم المتحدة قد دعوا في وقت سابق طهران الى وقف توجيه اتهامات تصل عقوباتها للاعدام بحق اشخاص شاركوا في الاحتجاجات وحضوا السلطات على الافراج فورا عن من جرى توقيفهم اشتركوا في القناة